يعتمد اكتساب السمات المذكورة في الأسبوع الأول بشكل كبير على حدوث سلسلة من التعديلات على جينوم الخلايا السرطانية حيث أن هناك طفرات معينة تطرأ على النمط الوراثي لبعض الخلايا تمكنها من تعزيز نموها والسيطرة على النسرج في الوسط الحيوي وبناء على ذلك يمكن توضيح التطور الورامي متعدد للمراحل كجزء من سلسلة من التوسعات السليلية حدثت كل منها عن طريق كسب طفرة بفعلة على النمط الوراثي وأن الألماط الظاهرية المورثة كمثل تعطيل الجينات الكابحة للورام يمكن أن يحدث أيضا عبر آليات فوق جينية وهي الآليات التي تشمل العوامل الخارجية والبيئية التي تنشط أو تثبت عمل الجينات وتؤثر على قراءة الخلية لها كمثل مثيلة الـ DNA والتغييرات على الهستونات وتضمن القدرة الاستثنائية لأنظمة صيانة الجينوم في كشف شذوذات الحمض النووي وإصلاحها إبقاء الطفرات العفوية في أدنى مستوى لها عادة في كل دورة خلوية ولكن لتحقق الخلايا السرطانية اكتساب الجين الطافر المفاعل لها والذي تحتاجه غالبا لتبدأ بالتشكل الورمي فإنها غالبا ما تزيد معدل الطفرات ويتم تحقيق عدم الاستقرار هذا عن طريق زيادة الاستجابة للعوامل المطفرة عبر فشل أحد أو عدة مكونات في آلية صيانة الجينية كما يمكن تسريع عملية تراكم الطفرات عبر التأثير على أنظمة المراقبة الخلوية التي تشرف على الشيخوخة أو الموت الخلوي المبرمج حيث يكون دور TP53 المذكور سابقا رئيسيا ويمكن لنا تسميته بحارس المرجين وقد تم تحديد مجموعة من الشذوذات الجينية في مكونات آلية صيانة الـ DNA والتي عادة ما تدعى المؤثرة برعاة الجينوم وتضمن قائمة الجينات المرتبطة بتلك المكونات الجينات التي تشارك منتجاتها وبروتيناتها أولاً الكجف عن شذوذات الـ DNA وتفعيل آلية الإصلاح ثانياً الإصلاح المباشر للـ DNA المتخرب ثالثاً إلغاء تفعيل أو قطع الطريق على الجزئات الطافرة قبل تخريبها للـ DNA ومن وجهة نظر جينية تتصرف رعاة الجينوم كجينات كابحة للورم تفقد وظيفتها خلال عملية التطور الورمي عن طريق الطفرات المعاطلة أو عن طريق التثبيت فوق الجيني وعند إدخال نسخ طافرة من تلك المعكونات الراعية للجينوم إلى سلالة الفئران كانت النتيجة حسب المتوقع حيث ازدادت الإصابات السرطانية ما يدعم دور تلك المكونات في تطور الأورام عند الإنسان كما ويساهم تقاصر التليمير في إحداث عدم استقرار في نمط النووي وما يرافقه من حذف وتطقييم لشدف الكروموزومات وبالتالي تجب إضافة التليميراز إلى قائمة رعاة الجينوم المسؤولة عن المحافظة على سلامة الجينوم ترجمة نانسي قنقر